ما إن أعلن البنك المركزي العراقي عن إطلاق مبادرة منح قروض للمواطنين بدون فوائد حتى ذهب عدد كبير من المواطنين إلى المصارف الحكومية للتقديم على القرض لكنهم فوجؤوا بعدم تعاود المصارف الحكومية وامتناعها عن تزويدهم بأية معلومات عن القرض الأمر الذي أثار حفيظة الكثير منهم البنك المركزي يطلق تسليف قروض للمواطنين يروح للمواطنين يراجع للمصرف الحكومي ماذا يحصل أجوبة؟ بالتالي يضطر يروح للمصرف الأهلي زين شنو الفرق أنه يروح للمصرف الأهلي والمصرف الحكومي اللي هو صاحب المبادرة مثل ما أطلقها البنك المركزي ما راح يحصل شيء للمواطنين للمصرف الحكومي اللي عادي ويشنو وجودها المصارف الحكومية؟ يعني حقيقة اليوم نفرح لما نشوف أنه مبادرات الحكومية بإطلاق بعض السلف وتوصل 15 مليون بدون فوات لكن المواطنين من يراجع هذه المصارف الحكومية ما راح يعطلوا أو يقول لك مثلا ما وصلتنا أي تعليمات بينما تروح للمصرف الأهلية تلقى تعليمات ويمنحوك وما شابه في المقابل عمدت المصارف الخاصة إلى نشر تعليمات القروض ووضع جدول زمني لمنحها للمستفيدين بمقدار 15 مليون للقرض الواحد من دون فوائد على أن تسدد خلال خمس سنوات طبعا مصرف الطيف الإسلامي على استعداد التعامل مع المبادرة الأخيرة للبنك المركزي العراقي بنح 15 مليون دينار للموظفين المواطنين رباتبهم وهذه هي مبادرة طبعا جيدة جدا آلية التقديم هي مثل أي قرض عادي للمواطنين رواتبهم لدى مصرف التنمية الدولي أنه يجب مستمسكاته كتاب تأييد من دائرته وإن شاء الله يبدأ التقديم من تاريخ 1-3 والآلية سهلة وسلسة إن شاء الله راح أصير على الموظفين ما يتأخذ من عندهم جهد ولا روتين ولا أي تعب إضافي وعادة ما يطرح البنك المركزي قروضا متعددة لكن هذه المرة كانت بدون فوائد وهذا ما دفع عددا من المواطنين بالتساؤل عن عدم اهتمام المصارف الحكومية بالقروض الخالية من الفوائد ولماذا تستجيب المصارف الأهلية على عكس الحكومية لمثل هكذا مبادرات لبرنامج دينار على الجميلي العراقية الإخبارية بغداد